تشكل ألاف الإطارات المستعملة هذه بيت أليكسندرا الجديد فهي ستنتقل للعيش على مرتفعة بوغوتا حيث ستمتلك قريبا منزلا مطاطيا وتشرف الناشطة البيئية هذه على بناء مساكن عدة من خلال إعادة تدوير إطارات مستخدمة وتسمح هذه الإطارات بعزل ممتاز للحرارة فيما تشكل مرونتها حلا فعالا في وجه الزلازل الكثيرة التي تضرب المنطقة الإطارات متينة وثقيلة ومرينة لأنها مصنوعة من المطاط ونملأها بالتراب وفي حال حصول هزات يمكنها أن تتحرك قليلا إلا أن الإطار يقاوم لكنه لا ينشطر ولا ينهار الجدار تاليا التصاميم خارج عن المألوف لكن الأهم أنها مراعية للبيئة ففي كولومبيا يرمى سنويا أكثر من خمسة آلاف إطار في الطبيعة والأسوأ من ذلك أن هذه الإطارات تحرق أحيانا ويؤدي الدخان المتصاعد منها إلى مشاكل تلوث كبيرة استخدمت أليساندرا حتى الآن تسعة آلاف إطار فقط إلا أن هذا المشروع إن طبق على نطاق واسع يمكن أن يستحيل حلا لهذه النفايات الضخمة على سعيد البيئة ستتحول إدارة كل هذه الإطارات إلى مشكلة جدية في حال عدم تدويرها وتحصل الزجاجات الفارغة أيضا على حياة جديدة فهي تعبأ بالتراب أو الوراق وتستخدم لتعزيز أساس هذا المغطس في الغرف يمكن أن تستخدم أيضا كمناور لتمرير النور تعلمنا أن نثمن الأمور فكنا نرى هذه الإطارات في الخارج وبتنا الآن ندرك أن بإمكاننا أن نفعل بها شيئا هذه المساكن المطاطية تشكل في الوقت الراهن مشروعا فريدا من نوعه في كولومبيا إلا أن عملية تدوير الخارج عن المألوف هذه يمكن أن تنتشر فهذه المنازل الأقل تكلف وبناؤها أسرع من المنازل التقليدية